اهلا وسهلا بكم في درس السابق كملنا الاث كونترولر وفي هذا الدرس راح نعمل اليوزرز كونترولر اعمل نيو فايل في كونترولرز فولدر واسميها يوزرز كونترولر وطبعا في يوزرز كونترولرز راح نحتاج بعض الاشياء راح نعمل كوبي من الاث كونترولر مثل الاسنك هاندلر كونترول سي واجيبها في اليوزرز وايضا راح اعمل كوبي لهذا الدكومنتيشن واسد الاث كونترولر الديسكريبشن اكتبها get all users profile الروت راح تكون api users profile المثود get والاكسز راح تكون private واخلي بين القوسين only admin يعني فقط الادمن راح يقدر ياخذ كل اليوزرز او كل اليوزرز profile فاكتب هنا module.exports.get all users controller يساوي async هاندلر async request response وايضا نحتاج اليوزر فاقول هنا const user يساوي require اخذ اليوزر من اليوزر موديل هذا الشكل const users يساوي await user.find حلو هذا مثل الفايند راح يجيب لكل اليوزرز الموجودة في الداتابيس ونعطي جواب الى المستخدم response مع status code 200.json واعطي اليوزرز ري هذا الشكل بسيطة جدا ولازم نعمل الروت لهذا الكنترولر في الروت فولدر اعمل نيو فايل واسميها users route.js بهذا الشكل وايضا مثل ما تعرفون نحتاج الروتر ناخذها من الexpress.router بهذا الشكل وايضا نعمل export الروتر افتح الاب ولازم نضيف الروت هنا اعمل copy من هذا app.use api users والروت راح تكون users route وهذا الشكل اسد الاب control backtick افتح الترمينال واكتب npm run div اعمل run للسيرفر مالتي سيرفر مالتي تشتغل اسد الترمينال وايضا هنا في الروتر لازم اكتب الروت api slash users slash profile راح تكون يعني الاند بوينت فاكتب هنا router dot route slash profile واريد ال get all users controller اكتب get all users controller هذا اضغط عليها راح يعمل auto import بهذا الشكل عمل الauto import انا راح اخلي الروتر فوقها اريد الروتر تكون فوق بهذا الشكل يعني مفارغ حتى لو تكون هنا مو مشكلة بس انا احب اخليها هنا حلو نفتح ال postman ونعمل test لهذا ال end point اعمل new request تكون get وطبعا عدنا الدومين slash api slash users slash profile ارسل request اعطاني not found slash api users profile خلي ارجع واشوف اه لان انا كتابت هذا بالغلط لازم اكتب احنا dot get هذا الشكل get all users controller هذا الصحيح نرجع مرة اخرى ارسل request جاب لي كل ال users انا عندي اثنين users في ال database وجاب لي اها حلو ولكن اذا تلاحظ هنا كتبنا ال access private و only admin يعني فقط ال admin يقدر يحصل على هذا ال route ولكن حاليا public يعني كل user يقدر يحصل على هذا ال end point يعني يقدر يرسل request الى هذا ال end point ويعخذ الجواب لازم نعملها private كيف نعملها ال user اول شي لازم يعمل login احنا كتبنا login هنا من ال user يعمل login على سبيل المثال انا راح اعمل login مع يوسف راح يعطيني token هذا ال token مشفرة ولكن موجودة بها ال id مع ال user وايضا is admin واحنا نحتاج ال admin لان هذا ال token راح يبين لنا انه هذا ال user admin ام لا يعني ال user اللي يريد يرسل request الى هذا ال end point لازم يعطينا ال token مع ال request مالته فهذا مهم جدا يعطينا ال token اول شي لازم يعمل login بعدين يعطينا ال token وفي السيرفر احنا نعمل verify لتوكن يعني نعمل check ونشوف التوكن هل توكن صحيح ام لا وهل ال user admin ام لا لان is admin موجودة في التوكن اذا تذكر في ال user model ازل افتحها انزل شوية هنا لاحظ هنا من نعمل generate لل new token نعطي is admin ك payload يعني is admin وايضا ال id مع ال user موجودة في التوكن فاعمل copy لهذا التوكن ctrl c اجي الى ال api users profile request ودائما نخلي التوكن في ال headers مثل ما تعرفون ال request بها headers و body ال body دائما نخلي بها البيانات ولكن ال headers نخلي بها فقط جزئيات او معلومات عن ال request هذا اللي نخليها في headers افتح ال headers وال headers بها key و value ال key راح اسميها هنا authorization اي اسم تجير تخلي وال value راح اكتب barrer لاحظ فراغ space ctrl v اخلي التوكن هذا مهم جدا ان تخلي ال barrer يعني كتابة ال barrer وبعدين تخلي فراغ يعني space وتخلي التوكن اللي عملت لها copy هذا يسمى ب barrer token حلو قبل ما نرسل request خلي نرجع لل users controller اصدل user model اهنا راح اعمل log console log ال request dot headers لان خلينا ال authorization في request dot headers وايضا اكتب dot authorization بهذا الشكل لان اعني كتابة هناك authorization لاحظ ارجع لل postman authorization وهنا نكتب request dot headers dot authorization نكتب ال a lowercase عادي تجينا lowercase ولكن هنا كاتبينها uppercase اذا تلاحظ وافتح الترمينال control back راح ارسل request الى هذا ال end point ولازم يعمل log لهذا التوكن في ال console send اعطاني جواب طبعا ارجع لل visual studio code لاحظ اعطاني هذا string لاحظ مكتوبة barrer space او فراغ والتوكن يعني تعتبر هذا البرر key وهذا value يعني اعتبرها هذا الشي ولكن هذا string واني البرر ما احتاجها ولكن احتاج التوكن في السيربر اشلون راح اقدر احصل عليها لازم نحول هذا ال string الى array في الجافا سكريبت عدنا method اسمها split بعد authorization اكتب dot split بهذا الشكل هذا يقدر يحول ال string الى array واكتب بها double quotation فراغ بهذا الشكل يعني راح يروح الى هذا string وين هذا string ويشوف وين اكو فراغ هنا اكو فراغ بين البرر والتوكن راح يخلي البرر في الاندكس الصفر ويخلي التوكن في اندكس الواحد مرة اخرى اجي في ال postman ارسل request اعطاني الجواب ارجع لاحظ سواها array تلاحظ هذا array البرر خلاها في اندكس الصفر والتوكن خلاها في اندكس الواحد واني اريد التوكن ما اريد البرر كيف احصلها بسيطة جدا هنا اكتب هنا اريد الاندكس الواحد لان التوكن موجود في اندكس الواحد هذا الsplit يرجع لنا array واني ما اريد كل الاراي فقط اريد التوكن والتوكن موجودة في اندكس الواحد اذا مرة اخرى ارجع ارسل request اجي الى visual studio code لاحظ اعطاني التوكن حلو هذا اللي اريد ها انا رح اكتب middleware لهذا ما رح اكتب verify token logic في داخل ال controller طبعا لازم كتبت هذا على متعرف الفكرة ورح امسح ما احتاج ها هنا اسد الترمينال اجي في الroot البروجيكت اعمل new folder واسميها middleware هذا الشكل ورح اعمل new middleware واسميها verify token dot js هذا الشكل وفي verify token احتاج ال jwt active conos jwt يساوي require json web token بهذا الشكل active comment verify token active function واسميها verify token وهذا الفنكشن ما رح تكون فنكشن اعتيادي رح تكون middleware request وresponse ونكست اول شي لازم ناخذ التوكن من الheaders مثل ما عملناها اكتب conos auth token انا اسميها auth token يساوي request dot headers dot authorization واكتب شرط if auth token يعني اذا كان auth token موجود else يعني auth token ما موجود اذا auth token ما كان موجود اكتب return response dot status 401 401 يعني unauthorized ما عندك اجازة واكتب dot json مع message invalid token access denied يعني من يوصل اليوزر هنا يعني ما عنده token فما رح نسمح له ان يحصل route handler واذا اليوزر ما عطينا auth token فنجي هنا في داخل الif وفي داخل الif رح ناخذ التوكن من الاث token اللي هو ما اخذ ها من الريكوست هيدرز authorization اكتب هنا conost token يساوي auth token dot split مثل ما سويناها واريد الانديكس الرغم واحد وافتح try وكاتش لان يمكن يكون error اذا كان error يمكن الاث token غير صحيحة اذا كان error اكتب return response dot status ايضا 401 يعني unauthorized dot json وايضا لازم اعطي message خلي اعمل copy لهذا ctrl c واخلي ها في json وايضا المessage رح تكون invalid token access denied صحيح هنا لو اكتب no token provided رح تكون احلى no token provided لان هنا اليوزر ما معطينا token لهذا السبب نكتب no token provided يعني انت ما معطينا token ولكن هنا اليوزر ما معطينا token ولكن التوكن غير صحيحة فنكتب invalid token حلو واذا كان كل شي على ما يرام رح نجي الى try في try لازم نفتح تشفير التوكن فاكتب هنا قنص decoded payload يساوي jwt dot verify هذا المثود من jwt هذا يفتح التشفير ما للتوكن ويعطينا الpayload الpayload اللي احنا اعطيناه في user model خلي افتح الuser model مرة اخرى هذا الpayload لاحظ بها id was admin وهذا اللي نحتاج احنا اسد ال users هذا رح يعطينا الpayload ولكن لازم نعطي اثنين اشياء نعطي التوكن عدنا التوكن اكتب توكن هذا التوكن وايضا لازم نعطي الprivate key فاكتب process.env dot jwt underline secret افتح .env jwt underline secret صحيح حلو يعني هذا رح يفتح التشفير مال التوكن ويعطينا الpayload حسب التوكن والprivate key وراح اعمل new object request request dot user واسميها user يساوي decoded payload بهذا الشكل يعني سويت في request هذا request new object يعني ما بيها object اسمها user انا سويتها وعطيت decoded payload يعني payload اللي يعطيني الjwt verify وبعدين اكتب next يعني اعطي الشغل الى middleware اللي بعدك حلو هذا الفنكشن او middleware يعمل لنا verify للتوكن ولازم شسوي اكتب module dot export يساوي يساوي شنو verify token بهذا الشكل واجي الى users route هنا قبل route handler اكتب verify token لاحظ سوالي auto import يعني هذا middleware من تجي request اول شي هذا middleware راح يعمل check يعني ما راح يعطي route handler راح يعمل check ويشوف هل ال user عند التوكن ام لا اذا ال user ما كان عند التوكن راح يرجع له هذا الجواب وهذا get all users controller ما راح تشتغل هذا اللي انريدها اذا ارجع لل postman مرة اخرى في ال get عدنا التوكن راح اضغط على هذه ال icon يعني هذا التوكن بعد ما موجود ارسل request لاحظ يقول لي no token provided access denied واعطاني unauthorized status code اذا اضغط على هذا ال authorization يعني حاليا التوكن موجود ارسل لاحظ اعطاني جواب لان كان عندي التوكن واذا اجي هنا اغير في التوكن يعني اكتب بها كتابات بكيف وارسل يقول invalid token access denied حلو تشتغل ولكن بعد اكو شغلة هذا التوكن مال يوسف ويوسف مو admin يعني افتح ال database لاحظ يوسف مو admin انا قلت فقط ال admin يقدر يحصل على ال users فارجع لل users controller هنا مثل ما قلت لكم بعد ما يعمل verify لل token يعمل new object في request واسمها user اني خليت user وهذا user بها ال id وال is admin واحنا نحتاج ال is admin هنا اكتب شرط هنا if اذا ال user ما كان admin هذا الشكل نكتب ها اذا request dot user dot is admin وهذه العلامة يعني not يعني اذا ما كان admin لان is admin موجودة في user بعد ما يعمل verify لالتوكن اكتب return response status code 403 403 يعني forbidden عندك يعني اجازة في هذا الموقع عامل login ولكن انت ما تقدر تحصل على كل ال users فقط ال admin يقدر فلهذا السبب نكتب forbidden يعني ممنوع dot json مع message not allowed only admin نرجع مرة اخرى خلي امسح التوكن مرة اخرى اجي اعمل login مع يوسف اعمل copy لهذا التوكن اجي هنا واخلي التوكن ارسل يقول لي not allowed only admin حلو لان يوسف مو admin صحيح ارجع لل database راح اعمل علي عباز admin هنا اضغط على هذي الايكون edit document اجي هنا is admin اغير ها واضغط على update عمل علي عباز شنو admin ارجع اعمل login مع علي مو يوسف لان علي هو admin من حاليا علي email dot com ارسل اعطاني token control c اجي هنا امسح التوكن واخلي token مع علي وارسل اعطاني الجواب حلو لان علي هو ال admin واعطاني كل ال users حلو نرجع لل visual studio code ولكن انا رح احتاج هذا ال expression بعد في كثير من ال root handler في هذا المشروع من الافضل ان نكتبها ك middleware يعني ما نكتبها بهذا الشكل يعني رح نعمل refactor لهذا ونكتبها ك middleware مرة اخرى اجي على verify token واكتب middleware ثاني هذا middleware رح اسميها verify token and admin function verify token and admin نفس الحالة رح اسميها ك middleware request response next يعني هذا الفنكتشن اريد يعمل verify للتوكن مثل ما عمل هنا وايضا يعمل check هل ال user admin ام لا على مود نعمل verify للتوكن بعد ما نحتاج نكتب نفس اللاجك مرة اخرى فقط رح نعمل يعني نداء لهذا الفنكتشن في داخل هذا الفنكتشن يعني اكتب هنا verify token منو الverify token هذا الفنكتشن verify token وهذا يريد مننا ثلاثة باراميت request response والنكست والنكست لازم تكون function ارجع الريكست اعطي اخذها مننا والresponse ايضا اعطي اخذها مننا النكست رح اكتب ها ك anonymous function بهذا الشكل لاحظ يعني منو وصل هنا request user موجود فاكتب هنا if شرط في النكست احنا if request user dot is admin شنو نكست يعني اعطي الشغل الى الميدلوير اللي بعدك else رح نعطي جواب شنو الجواب ارجع للي user controller اعمل copy لهذا copy وارجع للverify token وخليها return response status code 403 json message not allowed only admin هذا الصحيح و اعمل export لهذا الميدلوير verify token and admin اجي الى user controller هذا ما احتاج ها بعد امسحها لاحظ اش قد صارت يعني كود مالتنا اقل هنا واجي في users route هذا الverify token ما اريد ها هنا بعد رح اعمل import لverify token and admin وهذا امسحها حاليا ما احتاج ها واكتب هنا verify token and admin يعني هذا الميدلوير رح يعمل verify للتوكن وايضا يعمل check هل الuser هو admin ام لا اذا كان الuser admin لاحظ اعطيت next يعني اعطي الشغل الى الميدلوير اللي بعدك منو الميدلوير اللي بعده الميدلوير اللي بعده هذا get all users controller اذا الuser ما كان admin شنو ما رح يعطي الشغل لهذا رح يعطي جواب للمستخدم انه انت مو admin هذا الشكل request user is admin كتب صحيح نعم ارجع الى postman هذا علي admin ارسل request مع علي تشتغل لاحظ اجي اعمل login مع يوسف لان يوسف مو admin هذا token مع يوسف ctrl c اجي في هذا ال request امسح هذا token واخلي token مع يوسف يوسف مو admin ارسل request يقول لي not allowed only admin حلو تشتغل رح اعمل new folder في blog api واسمي ها users بهذا الشكل وراح اعمل save منو لهذا الريكوست في users folder اضع this sidebar save واكتب هنا الريكوست name get users profile هذا الشكل اذا يعجبك ايضا تقدر تعمل add description يعني مثل هنا اكتب بيها only admin can get all users انا ما اكتب description ولكن اذا يعجبك تقدر تكتب description اكثر عن هذا الريكوست واختار البلوغ api users save حلو كملنا هذا الدرس شكرا جزيلا لكم واراكم في الدرس القادم